السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حين يقصر وقت النهار وتحتجب الشمس في أغلب أوقات فصلي الخريف والشتاء يقل إنتاج فيتامين دال بالجسم لكن يمكن تعويض هذا النقص من خلال هذه الأطعمة التي سنتحدث عنها في هذا الفيديو فيتامين دال من الفيتامينات القابلة للذوبان بالدهون ويساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم المهم في الحفاظ على قوة العظام والأسنان وتعزيز نظام المناعة وغالبا ما يطلق على هذا الفيتامين أيضا بيتامين أشعة الشمس لأنه يتم إنتاجه ذاتيا عندما نعرض بشرتنا للشمس ولكن في الخريف والشتاء حيث تحتجب أشعة الشمس أغلب الأوقات ويكون وقت النهار أقصر يمكن أن يكون إنتاج فيتامين دال تحديا حقيقيا لأجسامنا فيكون من المهم جدا حينها أن نتناول الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين المهم حتى نتمكن من الاستمرار في تسويد أجسامنا بحد أدنى منه وإليكم أهم هذه الأطعمة والمواد الغذائية زيت كبد الحوت هو من أفضل الأطعمة التي تزود الجسم بفيتامين دال فمنعقة صغيرة من هذا الزيت يمكن أن تغطي نحو 70% من احتياجاتنا من الفيتامين سمك السلمون يعتبر زيته مصدرا ممتازا آخر وأن تناول 70 جراما فقط من الأنواع الجيدة من سمك السلمون يغذي الجسم بحاجته اليومية من فيتامين دال بنسبة كبيرة سمك التونة وجبة واحدة من سمك التونة تغطي ما يصل إلى سدس احتياجاتنا اليومية من فيتامين دال السردين أسماك السردين تعتبر مصدرا جيدا لفيتامين دال حيث تقدم سمكتان صغيرتان من السردين ربع احتياجاتنا اليومية من فيتامين دال الفطر يعد الفطر المصدر النباتي الوحيد الذي يحتوي على فيتامين دال حيث أنه يحتوي على فيتامين دال تو عند تعرضه للشمس ولذلك فإن أنواع الفطر البرية تعد مصدرا جيدا لهذا الفيتامين وقد يصل محتوى بعض أنواع الفطر إلى 2300 وحدة دولية لكل 100 جرام من الفطر أي ما يعادل أربعة أضعاف الحاجة اليومية الموصى بها إلا أن الأنواع التجارية عادة ما تنمو في أماكن مظلمة ولذلك فإنها تحتوي على كميات قليلة من فيتامين دال البرتقال يعتبر البرتقال من أكثر الفواكه احتواء على فيتامين دال حيث يحتوي كوب واحد من عصير البرتقال على 34% من الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين دال البيض هو أيضا من الأطعمة المغذية بفيتامين دال وتغطي بيضتان حوالي 15% من احتياجاتنا اليومية من فيتامين دال الحليب الطازج الحليب الطازج منتجاته بالسوق غالبا ما تكون مزودة بفيتامين دال لذلك من المهم النظر إلى وصف المنتج لمعرفة كمية فيتامين دال الموجودة في الحليب فحبز لو تناول الشخص كوبا من الكاكاو بالحليب الساخن الطازج الزبدة البلدية ولأنها تحتوي وبعض أنواع السبن البلدي على كميات صغيرة من فيتامين دال فإن من الجيد الحرص على تناولها لأنها تساهم في تغطية احتياجاتنا اليومية تلقائيا عن طريق مسح الخبز بالزبدة عند الإفطار أو يمكن إضافة قطعة صغيرة من الزبدة إلى فنجان القهوة الصباحي اليومي حليب جوز الهند يتوفر حليب جوز الهند مدعما بفيتامين دال حيث تقدم الحصة الواحدة من هذا الحليب ربع حاجة الجسم اليومية من فيتامين دال وأخيرا الشوكولاتة الداكنة تحتوي الشوكولاتة الداكنة على فيتامين دال ومن المفيد تناولها بين الحين والآخر دمتم سالمين ومع تمنياتنا لكم دوام الصحة والعافية شكرا لكم لمتابعة الفيديو ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته